على رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية إن وزارة الداخلية في غزة قادرة على استعاب المفاجآة والمنعطفات الخطيرة وكشف هنية أنه سيكون هناك نشر كامل لتفاصيل التفجيرات التي شهدتها غزة حينما تنتهي الأجهزة الأمنية من كامل تحقيقاتها وأضف أن دلالة التوقيت والسياق الإقليمي لتفجيرات غزة يدلني على أن المستفيد الأكبر هو إسرائيل